يشهد شمال قطع غزة مأساة إنسانية جديدة مع استمرار العدوان الإسرائيلي وتصاعد الاشتباكات وتتعرض المناطق الشمالية والجنوبية لهجمات عنيفة دفعت مئات الألاف من الفلسطينيين للنزوح مرة أخرى وتوغلت قوات الاحتلال بعمق شمال القطع مستهدف المنازل والمنشآت مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية شوارع خاوية تخلو من المرة إلا من أراد النزوح إنه شمال قطع غزة الذي يتعرض لإبادة للمرة الثانية منذ السابع من أكتوبر الماضي قوات الاحتلال أعادت عدوانها وتوغلها بعمق وسط الأنقاض في شمال قطع غزة لإعادة السيطرة على منطقة قالت قبل شهور إنها ألحقت فيها الهزيمة بحركة حماس بينما توغلت دبابات وقوات على الجانب الآخر من القطاع عبر طريق سريع يؤدي إلى رفح الفلسطينية ومع وقوع بعض من أعنف المعارك على الأطراف الشمالية والجنوبية لقطع غزة فر مئات الألاف من الفلسطينيين مرة أخرى فيما حذرت جماعات الإغاثة من أن الأزمة الإنسانية قد تتفاقم بشكل حاد استهداف قوات الاحتلال للأنقاض المتبقية مما هدمته قبل شهور والاشتباكات التي تجري خلف المنازل المهدمة وأطلال الأحياء التي اختفت ملامحها اعتبرها أهالي شمال القطاع دليلا على أن الأهداف العسكرية الإسرائيلية ما زالت عصية على التحقق في جباليا تحاول الدبابات تقدم باتجاه وسط المخيم وهو أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في غزة وقال سكان إن قذائف الدبابات تسقط في وسط المخيم وإن الضربات الجوية تدمرت عددا من المنازل المتبقية إحنا ما عرفين من زمان إحنا أهل الشهداء إحنا أهل الكرام إحنا أهل الجود أنا كل إنسان طلب من المخيم بقوله ارجع للمخيم ارجع لبيتك أفضل من المزوح إحنا بكفينا هجرابة كفينا نزوح من 48 إحنا بنزح فأنا ببعد كل تحية لكل إنسان صامر في المخيم لكل إنسان دال في المخيم لكل إنسان بدور على البقاء في المخيم إحنا ضد أي إنسان بنزح من المخيم وفي رفح الفلسطينية كثفت قوات الاحتلال لأ القصف الجوية والبرية على المناطق الشرقية من المدينة وأمرت إسرائيل السكان بالخروج من شرق المدينة قبل أيام ثم وسعت نطاق هذا الأمر ليشمل المناطق الوسطى مما دفع مئات الألاف من الفلسطينيين ومعظمهم نازحون إلى الفرار للمرة الرابعة أو الخامسة وربما تكون السادسة للبحث عن ملاذات أخرى وضع استثنائي تسجله ذاكرة الإنسانية وتحفره جيدا على جدرانها كواحدة من أسوأ مجازر الإبادة الجماعية في التاريخ لعل المحاكمة الدولية والأممية تعود إليها يوما وتحاسب المسؤولين عن تلك الانتهاكات